صباح الخير او مساء الخير حسب توقيتكن عم تحتشوفوا هذا الفيديو وصلتني اسئلة كتير عن شو بتستخدمي شو الادوات شو نوع الوراق شو نوع الفحم شو اسم الالم او البراند او 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 فلقيت انه اسهل طريقة لتوضيح هذا الشي هي انه اشرحلكني ضمن فيديو هحاول قد ما فيه يكون سريع ومختصر واكيد اي اسئلة عندكن مستعدة جاوب عليها لقدم مساعدة خصوصا المبتدئين اللي حابين يبدو بطريقة صحيحة بداية انا قابل كل شي الوراق انا جربت كتير انواع ورق جربت بهمني الوراق اللي عطاني احلى نتيجة للفحم اللي هو المجال اللي انا كتير كتير حبيت الاحساس طبعه اكتشفت انه الفحم لا يعطينا الاحساس الحلو طبعه بالرسم لازم يكون الوراق كتير ناعم يعني الوراق اللي فيه مسامات صغيرة كنتحسوا دايما هذا نوع الوراق بيشوه اللوحة ضليت عم دور على انواع استخدمت كتير انواع يفترض انه تكون ناعمة لحد ما لقيت هذا البراند بريستول هو صناعة امريكية برسم على هذا الاياس تقريبا فينا نقول انه اي ثري بيعطي احلى احلى نتيجة ممكنة لرسم الفحم بيتميز انه ناعم جدا انعم بكتير من البشرة الحقيقية وطبعا كل ما كان الوراق ناعم كل ما زادت حساسيته انه يطبع او يلطخ لهيك دايما قبل ما نبدأ باي رسمة لازم نغسل ايدينا بصابون كتير منيح لنشيل كل الزيوت اللي بتفرزها بشرتنا عن الايد لانه هي الزيوت لما بتجي على الوراق بيطبع وما بينضف لا بمحي ولا بشي هيك بكون انا وضحت نوع الوراق رح احكي عن الادوات اللي بستخدمها بالفيديو الجاي موسيقى موسيقى